بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الثاني في الوحدة الرابعة من أبواب الإعراب بالنيابة الأمثلة الخمسة وهي تسمية أدق لهذا الباب من قولنا الأفعال الخمسة وهما بنفس المعنى لكن الأمثلة الخمسة دلالة على أنها نوع يأتي عليه عدد لا ينتهي من الأفعال أما عندما أقول الأفعال الخمسة فكأني حصرتها في خمسة أفعال معدودة ومحصورة إذن فقول الأمثلة الخمسة أدق وأعم ما تعرفها قالوا هي كل فعل مضارع هي كل فعل مضارع لا بد أن يكون الفعل مضارع لأن الفعل مضارع هو الفعل المعرب الوحيد أو هو الفعل المعرب الوحيد من بين الأفعال كل فعل مضارع اتصلت به ألف والإثني أو واو الجماعة أو يا المخاطبة كيف أصبحت هذه الأبواب كيف أصبحت هذه الأفعال خمسة وأنا هنا قلت هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين واو جماعة يا مخاطبة هذه ثلاثة فكيف نسميها خمسة نقول الجواب عن هذا أن المقصود المتكلم المخاطب والغائب بمعنى أقصد بألف الاثنين أقصد بها ما دل على متكلم مثل أنتما تذهباني وهما يذهباني هذه دلت على مخاطب أمامي تذهبان وهذه دلت على غائب يذهبان واو الجماعة نفس الطريقة يذهبون للغائب وتذهبون للمخاطب أما يا المخاطبة فهي لا شك تكون فقط للمخاطب أقول أنت تذهبين إذن أصبحت هنا خمسة أصبحت هنا خمسة إذن ما اتصل به ألف الاثنين أواو الجماعة أو يا المخاطبة أواو الجماعة أو يا المخاطبة سواء دل على مخاطب أو غائب هذا دل على غائب يذهبون وهذا دل على مخاطب وهذا دل على مخاطبة إذن هي خمسة خمسة أفعال بأي شيء ترفع هذه الأفعال قالوا ترفع هذه الأفعال بالضمة تنصب بالفتحة ترجم بالسكون إذن كيف دخلت في أبواب الإعراب بالنيابة نقول خطأ هي ترفع بثبوت النون تنصب بحذف النون وترجم بحذف النون أيضا إذن علامة إعرابها علامة إعرابها علامة فرعية في الحالات الثلاث ثبوت النون في حالة الرفع وحذف النون في حالة النصب وحذف النون أيضا في حالة الجزم فهي ليست كبقية الأفعال دعونا نتأمل هذه الأمثلة يقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أنهم هنا ثابتة هذا فعلون من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة هذه هي واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه نقول في إعرابه علامة رفعه ثبوت النون طبعا هو لم يسبق لا بناصب ولا بجازم يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر أصل الكلام تنالون أصل الكلام تنالون بواو ثم نون لكن سبق بأداة جازمة فحذفت النون ويأتي عوضا عنها الألف للدلالة على أن هذه الواو هي واو الجماعة أيضا للمثنى أقول لا تقول غير كلمة الحق هنا أداة أصل الكلام تقولان لا تقول أصل الكلام تقولان للمثنى اتصلت به أداة أداة التثنية هنا الذي ضمير التثنية الذي هو ألف الاثنين ولأنه سبق بلاء ناهية تجزم الفعل المضارع فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون النون تماما هنا وعلامة نصبه حذف النون لأنه هنا منصوب أيضا للمؤنثة يجب أن تقومي هذه يا المخاطبة يجب أن تقومي أصل الكلام تقومين أين ذهبت النون هنا أين ذهبت النون حذفت لأن الفعل قد سبق بأداة نصب حرف بحرف الناصب فالفعل هذا نسميه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعله من الأفعال الخمسة اتصلت به يا المخاطبة إذن هذه هو هو الجماعة وألف الاثنين ويا المخاطبة عندما اتصلت بالأفعال فهي نقلت إعرابها من علامة إعراب أصلية إلى أن أصبحت تعرب بعلامة إعراب فرعية ثبوت النون في الرفع وحذف النون في النصب وفي الجزم